اهلا بكم وفيديو جديد على قناتكم ياريت قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس علشان نكون دايما على تواصل كشفت مصادر طبية مطلعة على حالة الفنانة ياسمين عبدالعزيز انها لم تدخل في غيبوبة بعد اجراء عملية جراحية لاستقصال ورم لمثاوي في الرحم واضحت المصادر الطبية ان الحالة تطورت حتى حدث استقصال للامعاء واستلزمت الحالة الحصول على اكياس من الدم والبلازمة قبل نقلها لغرفة الرعاية المركزة باحدى المستشفيات الخاصة في المعادي وكشفت المصادر ايضا ان الفنانة تعاني من صدمة تسممية ولم تصل لتسمم كامل على اسر العملية الاولى التي تطورت الى استقصال جزء من الامعاء مشيرة الى انها ستدخل عملية اخرى خلال ساعات لمعالجة حالتها الصحية وتقيم حاليا الفنانة ياسمين عبد العزيز بغرفة الرعاية المركزة باحدى المستشفيات الخاصة بعد اجراء عملية جراحية لاستقصال ورم لمثاوي في الرحم ما ادى لحدوث مضاعفات خلال العملية استلزمت ازالة جزء من الامعاء اعقبه حدوث صدمة تسممية بحسب تعبير المصدر الطبي وطلب الفنان احمد العوضي متابعيه وجمهوره عبر حسابه على موقع فيسبوك بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤكدا انها حاليا في العناية المركزة وتحتاج الدعاء من الجميع كما طلب الجميع بعدم معرفة اي معلومة حولها الا منه قائلا يا جماعة بعد اذنكم اي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط وانا ما قلتش اي تصريح عن ياسمين الا اني طلبت منكم الدعاء لها هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعوتكم دي كفاية انها تهون عليها